عارفين الفيديوهات اللي انا دايما ببقى ايه مقدم رجلهم اخر رجل بس انا مشوفت الفيديو ده زقلت قوي قوي يعني مش وصلت بينا الحال اني اعرض حياة واحد للخطر واني اعمل له حاجة مش يعني مش قادر اقول الفاظ عشان ينزل فيديو عالتيك توك يجيب ريتش الناس تخش تقولك ها 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 انا مش عايز اتفرج على الفيديو قوي احنا هتفرج عليه الشاشة كده صغير خلاص ثلاث شباب رجبين متسكل وراجل محترم ماشي في حاله انا باعتزل لحضرتك انا اسف لحضرتك انا اسف معاش خليل الفيديو بالراحة بصوا يعني اللي انتو شايفينه ده اه انتو عارفين يعني انتو عارفين انا عايز اقول ايه انا بس عايز اقول للشباب اللي انتو عملتوا فيديو زي ده كما تدين تدان وزي ما انت عملت كده في حد ربك مش حيسين اتنين القانون المصري والمرور المصري ما بيسبش المخالفات اللي بالشكل ده تالت حاجة وانا التاني باعتزر للرجل المحترم اللي ماشي في حاله وملوز زنب في اي شيء وثلاث عيال وانا عاسف ان انا بقى يعني ايه لان انا لو كنت في الشارع وشفت منظر زي ده مش حنسيب حد يتحط في الموقف ده انا باعتزل لحضرتك انا باعتزل لحضرتك ويريد تقبل اعتزاري لان انا مرضاش اشوف صورة زي دي ولا ارضى ان انا شوف حد يتحط في الموقف ده خالص ولا يكون عشان اهزر ولا عشان حاجة تدحك وهي ما بتدحكش اصلا ولما تخش تتفرج على الاكاونت تقفل عن متى اللي كان بنزل الفيديو ده فيه ناس قايتلي ده فيديو قديم شوية وفيه ناس قايلة لا ده مش فيديو قديم ده كان في حاجة زي قبل كده والناس دي عملت حاجة تاني نحاول توصل لرقم الموتسيكل لكن الفيديو والاكاونت اللي كان نزل لديه تقفل لكن قبل ما يتقفل شفت التعليقات المصريين المحترمين الرجالة والستات اللي عندهم شهامة شوف الكلام اللي كانوا كاتبينه لو واحد او اتنين دحكوا ده انا ما فيش حاجة تضحك فيش حاجة تضحك لما تشوف اخوك او ابوك او ابنك يتعمل فيه كده عشان واحد يضحك مستحيل انه يضحك مستحيل لا تربيتنا ولا اخلاقنا ولا دينا تسمح لنا ان احنا نعمل حاجة زي كده فانا سبب ان انا عرضت الفيديو اولا اعتذر للرجل المحترم اللي كان ماشي في حاله انا بيعتذلك تاني والحاجة التانية انا بقول للشباب اللي بتفكر عايز يعمل اي حاجة عشان فيديو الناس تتفرج عليه وينور ويقول لك بص فيديو بتاعي شافه 3 مليون اه ممكن تعمل حاجات كتير مفيدة ممكن تعمل حاجات تعلم فيها الناس مش تعمل حاجات بالمنظر ده غصبة عني فيديو مدايقني بس كان لازم اطلع اتكلم وحضراتكو تشوفه والاهالي بص على تليفون ابنك شوف بيصور ايه شوف صحابه بتعمل ايه شوف المستوى اللي هما بيفكروا فيه رايح لفين الحاجة التانية لازم يبقى فيه رقابة كبيرة 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 على اي مخالفة بتتم في الشارع في خصوصا الموتسكولات اللي من غير نمر العربات اللي من غير اي حاجة اي مركبة ماشية في الشارع من غير نمر ارجو انا عارف الادارة العامة المرور بازلة مجهود كبير وشبكة الطرق الجديدة والكاميرات اللي راجبة عليها مساعدة ان تقدر ان انت تتبع اي حاجة ماشية من غير نمر او اي حاجة مخالفة بس لازم يبقى فيه عقاب قاسي وقوي للمخالفين بهذا الشكل وان شاء الله طول ما احنا مع بعض وطول ما احنا بنتواصل مع بعض بازن الله هنشوف بلدنا احسن واحسن